الحقيقة من الأمور التي تبعث على الأطمئنان وتجعل من عملية الانتخابية مقبولة وهناك تقبل لهذه الانتخابات بادرت المخوضية أنها ستعلن نتاج الأولية لانتخابات يوم غدنا الساعة الخامسة مساء هذه تعطي إشارات على أن هناك جدية في العمل وإصرار على البحث عن مخرجات إيجابية للعملية السياسية وبالتالي أنا أتمنى على المفوضية أن تضبط النتائج الأولية لا نقع في نفس الإشكالية السابقة التي وقعت فيها في الانتخابات الماضية وبالتالي خلقت إشكالية سياسية وتعقيدات في المشهد السياسي وتضاربات وهناك تعرف كل الكتل والأحزاب اليوم تمني نفسها بالفوز وتريد أن تكون هي في المقدمة في هذه القوام وبالتالي أنا أتمنى أن لا تشكل المفوضية نفسها كنت أتمنى يعني كباحث في الشأن السياسي أن تكون النتائج النهائية كما ألزمت نفسها بأنها تريد أن تعلن النتائج خلال 24 ساعة أتمنى أن تلتزم بهذا التوقيت وتعلن النتائج النهائية حتى تقطع الطرق المعقدة والطرق الملتوية على بعض القوى والأحزاب التي قد تستغل النتائج الأولية لخلق نوع من الإشكالية وبالتالي تعطيل إعلان النتائج بشكل مباشر وبشكل صريح برغم تحدث المفوضية عن إحكام عملية الانتخابات هذه المرة هل هناك خشية من حدوث عمليات تزوير خاصة لو تأجل الإعلان عن النتائج النهائية يعني هذه واحدة من الإرهاصات والمخاوف أستاذ محمد لأنه تعرف كل تأجيل يضع على أكثر من عامة استفهام في هذا الجانب وبالتالي يعطي مجال لمن يريد أن يتصيد في الماء العكر ويريد أن يخلق نوع من الضبابية ونوع من الإشكالية أتمنى أن لا تكون هناك فرصة لهؤلاء كما تعلم من هذه الانتخابات قد توقفت أكثر من عشر سنوات وبالتالي يعني عادتها اليوم تحتاج إلى شجاعة وإلى رؤية صادقة وإلى غلق الأبواب ونوافذ على المتصيدين حتى تكون مفوضة بمنأة من هذه الإشكالية ولا نعود إلى الإشكاليات السابقة أتمنى يوم غد أن على أقل تقدير أن تكون هناك قبول على أقل تقدير للنتائج أولية بدون أن تكون هناك ضجة إعلامية وضجة سياسية حول هذا الموضوع